اشتراك مع مجمع الملكة الحسين للأعمال بايولاب نزموا الحمل بتخففوا الحمل متابعينا متابعة تقصى العرب الكرام في الأردن أسعد الله وقاتكم بكل خير وصحة نستعرض معكم الآن آخر توقعات وتحديثات الحالة الجوية في المملكة خلال الفترة القادمة تأثرت المملكة الليلة الماضية ونهار هذا اليوم الاثنين بمنخفض جوي امتداد لهذا المخفض الجوي المصنف من الدرجة الأولى وهي الدرجة الأضعف ضمن سلم مؤشر تقصى العرب والممتد من الدرجة الأولى وحتى الخامسة وتحرك هذا المنخفض بعيدا نحو الشمال الشرقي وبالتالي سادت أجواء باردة بشكل لافت مغبرة في عموم المناطق وهطرت الأمطار على فترات في المنطقة الشمالية امتدت أحيان نحو المنطقة الوسطى مع ساعات الليلة القادمة يتوقع تراجع الفعالية الجوية بشكل عام استقار الحالة الجوية تناقص في كميات الغيوم وبالتالي أجواء باردة بشكل لافت مع توقعات بتراجع سرعة الرياح وتشكل السقيع في العديد من المناطق التوقعات الخاصة بالفترة القادمة تقص مستقر يوم غدا الثلاثاء مع ارتفاع في درجات الحارة تراجع في سرعة الرياح مع ساعات النهار وكذلك الحال تراجع في تركيز الغبار في العديد من المناطق مع ساعات نهار يوم الأربعة هناك توقعات بقدوم منخفض جوي جديد يحمل الدرجة الثالثة وفقا لمؤشر طقس العرب الممتد من الدرجة الأولى الأضعف نحو الدرجة الخامسة الأشد والاستثنائية وبالتالي توقعات بأن تكون الأجواء صبيحة الأربعاء باردة بشكل لافت مع هبوب لرياح قوية وأجواء مغبرة في عموم المناطق ولا توقعات ببدء الأمطار أو الثلوج مع ساعات صباح وما قبل ظهر الأربعاء لكن تدريجيا ومع ساعات مرور ساعات نهار الأربعاء هناك جبهة هوائية باردة توصف هذه الجبهة بأثلجية تبدأ بعبور المناطق بدأ من المنطقة الشمالية تمتد لاحقا خلال ساعات المساء إلى بقية المناطق تكون هذه الجبهة وصفت هذه الجبهة بأثلجية نظرا لتدني درجات الحارة المرافقة لها في عموم طبقات الجو سواء منخفضة أو المتوسطة والعالية في طبقات الجو المختلفة وبالتالي توقعات ببدء هطول أمطار غزيرة مع ساعات بعد الظهر في المنطقة الشمالية تمتد إلى باقي المناطق كذلك الحال بدأت تساقط الثلوج في المنطقة الشمالية في المناطق التي ترتفع أكثر من 900 متر عن سطح البحر تمتد هذه الفلسطة تدريجيا في عموم المناطق وخلال مرور ساعات العصر والمساء إلى باقي المناطق مع ساعات ليلة أولى هناك توقعات بتدني هذا المستوى إلى ما دون ذلك وبمشيئة لا ستكون هذه الثلوج متراكمة وبشكل متفاوت وفقا لطبيعة المرتفعات الجبلية ووفقا لكثافة الهطول الثلجي وهذا ما سنتطرق له خلال التحديثات القادمة بإذن الله نعود معكم لتوقعات الليلة القادمة احتمال لهطول الزخات متفرقة من المطر مع ساعات الليلة الأولى استقار الأجواء لاحقا وتشكل ليلة السقيع وتناقص للغيوم وتراجع في سورة الرياح في عموم المناطق التوقعات الخاصة يوم الأربعاء نبدأ معكم الآن بتوقعات الرياح وبالتالي الغبار الناتج عن هذه الرياح هناك تيارات غربية أو جنوبية غربية قوية فوق الصحراء مصر وتوقع أن تهب على المملكة مع ساعات الصباح وبالتالي أجواء مغبرة في عموم المناطق وتدني متفاوت وكبير في مدى الرؤية الأفقية توقع أن يكون هذا التدني بشكل أوضح أكثر صوب الأجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة تدريجيا مع ساعات النهار الأربعاء يتراجع تأثير هذا الغبار بدأ من المنطقة الشمالية والوسطى والمرتفاعة الجبهة الجنوبية بفعل بدأ عبور هذه الجبهة التي وصفت أو نصفها بيئة ثلجية وانحسار الغبار في الأجزاء الجنوبية والشرقية من المملكة بمشيئة الله أما عن توقعات الأمطار والهطول بشكل عام نلاحظ معكم مع ساعات صباح الأربعاء لا توقعات بهطول الأمطار أو الثلوج في عموم مناطق المملكة صوبة ساعات الظهيرة كما هو ملاحظ هنا نلاحظ معكم بدأ عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة بدأ من أقصى المنطقة الشمالية تمتد تدريجيا لتطال باقي المنطقة الشمالية والوسطى ولاحقا المرتفعات الجبرية الجنوبية وتكون هذه الأمطار أو الهطولات المرافقة لهذه الجبهة غزيرة مرفقة بالرعد وتساقط لزخات البرد متوقع أن تستمر هذه الجبهة بالعبور حتى ساعات المساء والليل الأولى على أن تتراجع الفعالية الجوية بعيدة انتصاف ليلة الأربعاء للخميس وتتحول حينها الهطولات المطرية والثلجية إلى متقطعة في عموم المناطق نعود معكم لاستعراض الحالة الجوية متوقعة خلال ثلاث أيام القادمة أجواء صحوة مستقرة ثلاثاء منخفض جوي الأربعاء أجواء باردة عاصفة ماطرة وثلوج فوق ارتفاع 900 متر تمتد مع ساعات المساء الأولى بمشيئة الله إلى ما دون ذلك أجواء باردة عاصفة منطرة في ليلة الأربعاء للخميس ومثلجة فوق العديد من المناطق والمدن الأردنية لكن تتراجع الفعالية الجوية من جديد مع ساعات بعيدة انتصاف ليلة تصبح الثلوج والأمطار متقطعة في عموم المناطق قيوم الخميس استقرار الحارة الجوية ارتفاع في درجات الحارة أجواء صحوة إلى غيمة جزئية متوقعة كانت هذه آخر التحتيثات حتى اللحظة تابعونا خلال الساعات القيلة القادمة للمزيد من التحتيثات شكرا لكم على حسن الاستماع ترجمة نانسي قنقر